من مدينة سبهة سيد محمود أهلا بك مرحبا أهلا وسهلا بكم ما تعليقك حول الهجوم الذي شن على الهلال النفطي من قبل هذه العصابات الإجرامية الإرهابية؟ هذا يعني يعتبر اهتداء سافر جدا يعني ما وصلتش لهذه الدرجة إن مثلا يحشدون قوات من بوك الحرام ويحشدون قوات من القاعدة بالإضافة للمرتزقة من شاد والنيجر ومشعر جميع بقاع الأرض عساس أن يهاجموا قوت الشعب الليبي ويهاجموا برقة يعني مش معقولة الكلاب هذا في النهاية إذا لم يتحقق وطنية المعركة فإننا نضمن وطن نعم شكرا عندنا بيان أستاذ نعم تفضل نعم تفضل البيان لك نعم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام بيان قبيلة الجواز العربية المناظرة في الوطن العربي الكبير نحن عمداء ومشايخ وقادة قبيلة الجواز ندين ونستنكر بشدة ما حصل في الهلال النفط ما يجري على التراب الليبي الغالي نحذر كل من اعتدى وساهم في العدوان على الهلال النفطي والذي يعتبر هو الحيال الليبينا حاضرا ومستقبلا عليه نبلغ ضعفاء النفوس وأصحاب المآرب الخاصة بالآتي واحد قبيلة الجواز تستنفر عدد من شبابها المقاتل والبالغ 2 مليون مقاتل وتحت أمرة القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية لحماية الهلال النفطي والقيادة العامة وبرقة 2 قبيلة الجواز كانت ولا زالت السباقة في ثورة الكرامة وأبناءها لا يزالون يقاتلون في كل المحاور 3 لحذر الحكومة الإيطالية المستعمرة بصاحب جميع شرازمها من أرض الوطن والمتواجدين في المنطقة الغربية فورا وإلا سوف نجبرهم على الهروب وبقوة السلاح وتكون ليبيا مقبرة للغزاء ولذكرهم بأننا نحن أحفاد المجاهد حمد السعداوي واسعود الطابوني وابو شويبة وخالد القيصة كما نود أن نذكر أردوغان أن يراجع أرشيفي المملوء بالخيان والدسايسة بين احتلالهم لأرض الوطن والمعاركة التي دارت بين قبيلة الجواز والامبراطورية العثمانية من عام 1805 إلى عام 1817 رغم عدم تكافر قوة قبيلة تحارب امبراطورية مستعمرة كما أذكر الأمريكان وقد تمت هزيمتهم وأسر البارجة الأمريكية في لا دلفيا نطلب من جميع القبائل والتي أبناؤها متورقون في الاعتداء على الهلال النفطي وبرقة وتشريد وقتل الليبيين بسحبهم من هذه المعركة الخاسرة بالنسبة لهم وإذا لم تتحقق وطنية المعركة فإننا لا نضع وطن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ محمود السعداوي أحد أعيان ومشيخ قبيلة الجوازي من سبهة شكرا جزيلا لك